كان لازم اني ابحث عن ملحن تاني جديد وعنده اتجاه تاني يختلف عن اتجاه كمال لان انا عارف ان كمال موسوس في الحان وقلق بالنسبة لاي عمل بيعمله خصوصا اذا كان عمل فني غنيت لكل الملحنين تقريبا اللي كانوا بلحنوا في الاذاعة غنيت للملحنين كتير قوي الاستاذ خليل المصري الاستاذ صلاح محمود الاستاذ عبد الرؤوف عيسى الاستاذ محمود الشريف الاستاذ عبد الحليم ميرا كلهم يعني انا اذكر ان انا غنيت لكل الملحنين اللي في مصر ما عدا الاستاذ احمد صديد والاستاذ زكريا احمد كنت ببحث في دول عن الملحن اللي اقدر احس بيه وانا الاقي ان هو ملحن يتجه الاتجاه جديد يختلف عن اتجاه كمال الطويل الاتجاه الجديد هو كمال وفي يوم جه الاستاذ حفظ عبد الوهاد وقال لي انت لازم تتصل بملحن طلب انك اتغني معاه في رقم الاغاني الشعبية اللي هو بيقدمه فسألته عن اسمه الملحن ده كان اسمه الاستاذ محمد الموكي رحت وقابلته وكان اول مرة اشوفه فيها فقلت له استاذ محمد انا ايه الالحان اللي انا هخنيها فسمعني اللحن وقتها كان اسمه اعيني عيني فحسيت وان كان اللحن مهواش قوي اوي انما حسيت انه الملحن ده مش ممكن يكون بس دات الحين فقلت له استاذ محمد انت ما عندكش الحان تانية قال لي انا عندي الحان تانية كتير اوي بس الحان كبير يعني متنفعش الاركان الشعبي فقلت له طيب لو سمحت تسمعها دي وبعدين سمعني اغنية اسمها صفيني مرة وسمعني اغنية اسمها بتقول لي بكرة وسمعني اغنية اسمها ظالم حسيت من الالحان دي انه ده الملحن اللي انا بدور عليه علشان يوقف معايا جنب كمال الطويل وحسيت انه هو انسان الى جانب انه هو فنان كويس انه انسان يتمتع بقلب طيب وانه انسان طموح عايز يوصل ونشأت بيني وبين محمد الموجي صداقة كبيرة زي اللي نشأت بيني وبين كمال الطويل ومن يوم ما شفته لغاية دلوقتي لم نفترق ولم يحدث انه جه مناسبة من لما كان محمد بواقف جنبي فيه ايه اللي حتقول عليها بعد ذا كل